بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشاعر العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيت العز والقرمي عزائي طلبة وطلبات الشهادة الابتدائية يسرني ويسعدني أن أقدم لكم بعضا من دروسي مادة اللغة العربية فهيا بنا الفصل الخامس في فرنسا نتناول في هذا الفصل بعض الأفكار الفكرة الأولى بعثت علي مبارك إلى فرنسا لتفوقه الدراسة ويشاء الله أن يكافئ هذا التلميذ النجيب على جده واجتهاده وأخلاقه الفاضلة وتطلع إلى اليوم الذي يقدم فيه أمته فهيأ له سياها إلى أوروبا التي ذاع سيط حضارتها ففي سنة 1265 من الهجرة أراد محمد علي أن يرسل أنجاله إلى فرنسا ليتم تعليمهم فيها ورأى أن يرافقهم في سفرهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خان فكان علي مبارك من بين من وقع عليهم الاختيار من أولئك التلاميذ ننتقل طلاب الأعزاء إلى اللغويات الكلمة يشاء المرادف يريد الكلمة يكافئ المرادف يثيب المضاد يعاقب الكلمة النجيب المرادف المتفوق الجمع النجباء الكلمة يهيئ المرادف يعد ويجهز الكلمة سياحة المرادف تنقل المضاد استكرار الكلمة ذاعة المرادف انتشر المضاد انحصر الكلمة يجني المرادف يكسب المضاد يخسر الكلمة انجاله المرادف اولاده المفرد نجله الكلمة العطوف المرادف الرحيم المضاد القاسي الكلمة ردبة المرادف منزلة الجمع رتب الكلمة او شكة المرادف كربة المضاد بعدة الكلمة ربح المرادف مكسب المضاد خسارة الجمع الجمع ارباح انتقل طلاب الاعزاء الى الاسئلة السؤال الاول كيف كافاء الله التلميذ النجيب علي مبارك كافاء الله التلميذ النجيب بان هيأ له سياحة الى اوروبا التي انتشر سيط حضارتها ومدارسها ومعاهدها ليتزود منها خير زاد من العلم والمعرفة ويحقق طموحه الذي لازمه منذ الصغر السؤال الثاني لماذا تطلع علي مبارك للصفر الى اوروبا ليخدم امته ويتزود منها بالعلم والمعرفة ويحقق طموحه السؤال الثالث من الذي رشح علي مبارك للصفر ولماذا الذي رشحه للصفر هو محمد علي باشا لانه ارسل انجاله الى فرنسا ليتم تعليمهم فيها ورأى ان يرافقهم في سفرهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة فكان علي مبارك في من وقع الاختيار عليهم السؤال الرابع في اي سنة من الهجرة اراد محمد علي ان يرسل انجاله الى فرنسا في سنة 1265 هجرية السؤال الخامس لماذا وقع الاختيار على علي مبارك للصفر الى فرنسا لانه كان من نجباء في مدرسة المهندس خانة السؤال السادس لماذا رفض ناظر المدرسة ان يذهب علي مبارك الى فرنسا ومعلم المدرسة معه اراد ناظر المدرسة ان يبقيه ليكون من بين معلم مدرسة المهندس خانة السبب لانه يعرف كفاءته وقدرته على التعليم السؤال السابع على ما اكد ناظر المدرسة اذا صافر علي مبارك واذا لم يسافر اكد انه اذا بقي ولم يسافر نال على الفور ردبة المعلم ومرتبه اما اذا صافر فسيظل تلميذا السؤال الثامن كم كان مرتب التلميذ في البعثة وكم سنة استغرقت البعثة الاجابة كان مرتب التلميذ في البعثة جنيهان واستغرقت البعثة سنتين كاملتين يعني كان المرتب اتنين جنيه والبعثة استمرت ايه سنتين السؤال التاسع لماذا لم يستجب علي مبارك لمعلم المدرسة الذين ألحوا عليه في البقاء إيه السبب؟ السبب لأنه يعرف قيمة هذا الصفر وما سيجني من ورائه لنفسه ومستقبله وأمته سؤال العشر كم بلغ عدد أعضاء البعثة المصرية إلى فرنسا؟ البعثة اللي راحبت من مصر الفرنسا كان عددها كام؟ من يعرف الإجابة؟ أحسنتم عددها سبعين تلميس ماذا ترك علي مبارك لأهله في مصر؟ ترك لهم نصف مرتبه وهو جنيه واحد لأنه كان مرتبه اثنين جنيه فساب لهم نصف المرتب بتاعه هو جنيه واحد ننتقل طلاب الأعزاء إلى الفكرة الثانية في هذا الفصل العقبة التي واجهت علي مبارك في فرنسا ولما انتظم في المدرسة هناك صادفته عقبة صعبة كادت تفدم كل ما بناه فالمدرسون يلكون عليهم الدروس باللغة الفرنسية وهو وفريق من أعضاء البعثة لا يعرفون شيئا من هذه اللغة بسرعة أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال وانكب عليه يحفظ ما فيه حظا جيدا ولا ينام من الليل إلا أقل حتى أتم له ما أراد ننتقل طلاب الأعزاء إلى اللغويات الكلمة عقبة المرادف مشكلة أو صعوبة الجمع عقبات الكلمة من أجل المرادف بسبب الكلمة انكب عليه المرادف عكف عليه المضاد انصرف عنه وزهد فيه الكلمة أتم المرادف أكمله المضاد أنقصه الكلمة منحه المرادف أعطى المضاد أخذه الكلمة أجادوه المرادف أتقنوه المضاد أهملوه الكلمة التحق المرادف انضمه المضاد انفصله الكلمة أغراده المرادف أهدافه المفرد غراده الكلمة فائقة المرادف عالية ممتازة الجمع فائقات ننتقل طلاب الأعزاء إلى الأسئلة السؤال الأول ما العقبة التي صادفت علي مبارك هناك وكادت أن تهدم كل ما بناه إيه هي المشكلة اللي قبلت عليه مبارك لما رح فرنسا المشكلة أن المدرسين يلكون عليهم الدروس باللغة الفرنسية وهو وبعض من أعضاء البعثة لا يعرفون شيئا عن هذه اللغة السؤال الثاني لماذا بخل الطلاب بعلمهم على إخوانهم رفضوا أن يشرحوا لهم شيئا ليكونوا هم المتفوقون وحدهم السؤال الثالث ماذا فعل التلاميذ الذين لا يفهمون الدرس وماذا فعل بهم المشرفون امتنعوا عن الدرس وكتب المشرفون إلى محمد علي فأمر بأن الذين لا يظهرون الطاعة توضع في أيديهم قيود الحديد ويعودون سريعا إلى مصر السؤال الرابع ماذا فعل علي مبارك ليتغلب على هذه المشكلة بسرعة أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال وانكب عليه يحفظ ما فيه حفظا جيدا ولا ينام ملا ليل إلا أقل حتى أتم له ما أراد هل تقدم علي مبارك للامتحان وما ترتيبه؟ نعم بعد ثلاثة شهور تقدم للامتحان وكان أول مبعوثين جميعا ونال الجائزة التي خصصت للمتفوقين وتم اختيار علي مبارك واثنين من أعضاء البعثة لدراسة المدفعية والهندسة الحربية بإحدى الكليات الفرنسية السؤال السادس لماذا اختير علي مبارك لدراسة المدفعية والهندسة الحربية وما الردبة التي حصل عليها؟ لأنه أظهر في تلك الأثناء مهارة فائقة ومنح ردبة الملازم الثاني بفرنسا السؤال السابع لماذا رأى إبراهيم بن محمد علي أن يتزود هؤلاء المبعوثين بمعرفة أوسعة ليروا ما فيها من البلاد الأوروبية من النهضة والتقدم ويعودوا منها بما يحقق أرادهم الفكرة الثالثة عودة علي مبارك من فرنسا ولما تولى عباس الأول البلاد أمر بعودة علي مبارك وزملائه إلى مصر وقام بمنح علي مبارك ردبة اليسباشي الأول وعينه مدرسا بمدرسة ترى وكان أول ما قام به علي مبارك بعد تعيينه أن تزوج كريمة أستاذه في مدرسة أبي زعبل وكان قد توفي وترقها فقيرة ننتقل طلاب الأعزاء إلى اللغويات الكلمة لننتقل طلاب الأعزاء إلى الأسئلة السؤال الأول لماذا انقلب سرور علي مبارك؟ حزنا علي مبارك في البداية كان مبسوط وسعيد جدا ليه فرح وسعادته أنا أبو الحزن؟ ليه السبب فوات هذه الفرصة الثمينة التي لم تتم لأن صاحب الفكرة إبراهيم علي بك قد مات السؤال الثاني ماذا فعل عباس الأول عندما تولى حكم مصر؟ وما أثر ذلك على علي مبارك؟ أمر أن يعود علي مبارك وزملائه إلى مصر فعاد علي مبارك شديد الألم لضياع تلك الغنيمة الطيبة السؤال الثالث كيف عبر علي مبارك عن وفائه لأسرة أستاذه في الرسم؟ وفاء لأستاذه بمدرسة أبي زعبل تزوج علي مبارك ابنته عرفانا لفضله عليه في التربية والمعروف ننتقل طلابي وطالبات الأعزاء إلى الفكرة الرابعة وهي ذهاب علي مبارك لزيارة أهله ذهبت إلى بلدتنا برنبال وكان أهلي قد رجعوا إليها قبل ذلك بمدة فوجدت أن أبي قد سافر إلى القاهرة لزيارتي ولم أجد في المنزل إلا والدتي وبعض إخوتي ننتقل إلى اللغويات الكلمة مرغوبك المرادف رغبتك وطلبك الكلمة مسحة المرادف قام بقياسها الكلمة حرر المرادف وثق وسجل الكلمة قيافة المرادف الزي العسكري الجمع قيافات الكلمة آيب المرادف راجع المضاد ذاهب الكلمة وليمة المرادف كل طعام يصنع للعرس الكلمة المحروسة المرادف طبعا ده وصف لمصر اللي هي الكاهرة الكلمة عيالي المرادف أولادي المفرد عيل الكلمة جورن المرادف المرادف مكان واسع الجمع أجران ننتقل طلاب الأعزاء إلى الأسئلة الخاصة بالفكرة السابقة السؤال الأول متى دخل علي مبارك على أهله وكم سنة فارق أمه وأين كان والده دخل عليهم ليلا مدة مفارقة علي مبارك لأمه كانت 14 سنة وفارق أمه 14 سنة وكان والده قد سافر إلى مصر لزيارته السؤال الثاني صف حال أم علي مبارك عند زيارتي لهم وكم يوما أقامها عندهم حالة أم علي مبارك كان إيه عانقته ووقعت مغشيا عليها مغشيا عليها يعني أغم عليها ثم أفاقت وجعلت تبكي وتضحك وتزغل يعني كان بتعمل ثلاث حاجات في وقت واحد كان بتبكي وتضحك وبتزغل وامتلأ المنزل ناسا حتى الصباح وأعطى علي مبارك لأمه بعض العملات الذهبية وأعدت الأم وليما لابنها وأقام عندهم يومين فقط أعد عندهم يومين السؤال الثالث إلى من ذهب علي مبارك بعد وصوله إلى الإسكندرية ذهب علي مبارك إلى جاليز بيك ووجد عنده سليمان باشا الفرنساوي وقد سبقه وكذلك غيره من الأمراء والضباط ماذا حدث بعد أن جلس علي مبارك عند جاليز بيك وقد واجبه وصل مكتوب وارد بالإشارة من عباس باشا يطلبه حالا زي ما احنا شفنا مع بعض علي مبارك قد ايه تعب مع الشيخ أحمد أبو خدر ومع الكاتب ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكافئه إزاي؟ حمد علي كان حاكم مصر في الوقت دوت كان عايز يرسل أنجاله عشان يكملوا تعلمهم فين في فرنسا فقالوا مين اللي هيرفقهم؟ مين هيروح معاهم؟ بعض منه جباء مدرسة المهندس خانة يعني المتفوقين في مدرسة المهندس خانة من حسن الحظ كان علي مبارك كان من أولئك التلاميذ علي مبارك فرح فرح شديد جدا بس كان ناظر المدرسة ومعلمين المدرسة ما كانوش عايزين علي مبارك يروح فين؟ فرنسا ليه؟ لأنه عارفين أن علي مبارك كفاءته وقدرته على التعليم بدأوا يلحوا عليه في البقاء بس هو أصر أنه يذهب إلى فرنسا حتى يحقق ثموه الذي لازمه منذ صغر أول مسافة لفرنسا قبلته مشكلة كبيرة جدا أن كل المدرسين هناك بيلكون الدروس يعني كانوا بيشرحوا الدروس باللغة الفرنسية وعلي مبارك وبعض أعضاء البعثة ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللغة الفرنسية طب علي مبارك إيه الحل؟ ذهب إلى مكتبة وأحضر كتابا من كتب الأطفال وانكب عليه ليله ونهار بيذاكر في الكتاب حتى أتم له ما أراد وكان من المتفوقين تولى الحكم بعد كده إبراهيم بن محمد علي قال الناس الموجودين البعثة الموجودة في فرنسا تاخد وقت أطول أو فترة أطول ما خطف علي مبارك كان فرحان جدا بس للأسف فرحوا انقلب حزن ليه؟ لأن إبراهيم بن محمد علي مات تولى مكانه عباس الأول لما تولى عباس الأول أمر بعودة كل أعضاء البعثة من فرنسا رجع علي مبارك كان شديد الألم تولى منصبا في المدرسة عينة مدرسا بمدرسة تورا ومنحا رتبة اليسباش الأول بعد كده فكر أن هو يروح يزور أهله وكانت مدة مفارقته لأهله حوالي 14 سنة ذهب لأهله وعاد مرة أخرى وإذا بمنشور يشير إلى علي مبارك أن يذهب حالا إلى عباس الأول يعني عباس الأول كان بيطلب علي مبارك عيزه ضروري زي ما احنا شوفنا مع بعض ننتقل إلى التدريبات ويشاء الله أن يكافئ هذا التلميذ النجيب على جده واكتهاده وأخلاقه الفاضلة وتطلع إلى اليوم الذي يغدم فيه أمته فهياء له سياحة إلى أوروبا التي ذاع سيط حضارتها السؤال الأول مراضف ذاعة من يعرف الإجابة؟ حسنتم اشتهر أو انتشر مضاد يكافئ يعاقب جمع النجيب النجباء السؤال الثاني لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى أوروبا وفي عهد من تم له ذلك لأنه يعرف قيمة السفر وما سيجنيه من تعلم ثقافات جديدة تعود عليه وعلى مستقبله وأمته بالخير الوفير وقد سافر في عهد محمد علي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي السؤال الأول فارق علي مبارك أمه أربع عشرة سنة فعلا الإجابة صحيحة أمه أربعة عشر سنة السؤال الثاني قابل علي مبارك سليمان الفرنساوي عند أمه طبعا الإجابة خاطئة ننتقل طلاب الأعزاء إلى الإعراب الكلمة الأولى الله ويشاء الله من اللي بيشاء ربنا سبحانه وتعالى إذن الله تعرب لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الكلمة المطلوب إعرابها الثانية اللي هي سيحة فهياء له سيحة من اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يبقى أصلها هياء الله سياحة العلي مبارك يبقى سياحة تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة صيد التي ذاع صيد إيه اللي ذاع صيد صيد تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم انتقل طلاب الأعزاء إلى مراجعة على الأسماء الخامسة أول حاجة اللي لازم أن نعرفها الأسماء الخامسة عددهم طبعا خمسة وهم أسماء إيه هي الأسماء الخامسة؟ أب أخ حم فو ذو وذو لازم أن تيجي عشان تحسب من أسماء الخامسة لازم أن تكون بمعنى صاحب كبالأسماء الخامسة دي بنعرفها إزاي؟ تعرب الأسماء الخامسة بعلامات فرعية يعني إيه علامات فرعية؟ يعني ترفع بالو تنصب بالألف تجرب علامات فرعية يعني حروف نيابة عن العلامات الإعرابية الأصلية العلامات الإعرابية الأصلية اللي هي الحركات اللي هي فتحة قصرة ضمة أسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة تنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن القصرة ننتقل إلى التدريبات يعتف الأخ الأكبر على أخيه الأصغر لذا يقدره أبوه ويحترمه الجميع لأنه ذو قلب عطوف الفكرة الأولى استخرج من الفكرة اسماً من الأسماء الخمسة طبعاً في أسماء خمسة كتير أو في القطعة مثلاً أخيه أخيه اسم مجرور وعلامة جره الياء ليه؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه لأن شرط الأسماء الخمسة لازم يتصل بها ضمير بشرط أن الضمير ده غير ياء المتكلم يعني ما ينفعش أخي عايز إيه تاني من القطعة؟ عايز خبر لحرف ناسخ وبين نوعه خبر لحرف ناسخ الحروف الناسخة اللي هي إنه إيه؟ وأخواتنا نبص مع بعض في القطعة لأنه ذو ذو خبر خبر إزاي؟ بعد أنه لأنه اتصل بها ضمير وأي ضمير يتصل بالحرف الناسخ بيبقى اسمه يبقى أنه ضمير الهاء دي اسم أنه وذو طبعا خبر أنه ونوعه خبر مفرد فاعلا واسكر علامة إعرابه الفاعل يعطف الأخ من اللي بيعطف؟ الأخ إذن الأخ فاعل علامة إعرابه قضمه في فاعل تاني اللي هي أبوه يقدره أبوه من اللي بيقدره؟ أبوه يبقى فاعل إعرابه طبعا مرفوع بالواو لأنه إسم من الأسماء الخامسة والهاء مضاف إليه اجعل كلمة فم معربة بالحركات مرة وبالحروف مرة أخرى أما أقول كلمة فم من الأسماء الخامسة من شروط كلمة فم طبعا شروط الأسماء الخامسة بصفة عامة أنه لازم يتصل بها ضمير لازم أن يتصل بها ضمير من الشروط بها الأساسية الخاصة بفم أنه لزما لابد أن تحز في المين منها طب لو جات بالميم تعرب إعراب عادي جدا يعني حتى لو اتصل بها ضبير لهنا اجعل كلمة فم معربة بالحركات مرة وبالحروف مرة أخرى بالحركات إزاي؟ أما أقول فمك نظيف كده اتصل بها الميم يبقى مبتدأ مرفوع بالضمة والكيف مضاف إليه طب بالحروف أما أقول فوك نظيف إذن فوك من الأسماء الخامسة نعربها إزاي؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخامسة والكيف مضاف إليه ننتقل طلاب الأعزاء إلى الإعراب يعطف الأخ من اللي بيعطف الأخ؟ يبقى هو الفاعل يبقى الأخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم على أخيه نصبوك بحرف جر على حرف جر وأخيه إعرابها أحسنتم والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه يقدره أبوه من اللي بيقدره؟ أبوه إذن أبوه تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه اسم الأسماء الخامسة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ذو لأنه ذو ذو خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم الأسماء الخامسة هنيجي نسأل سؤال فين اسم الحرف الناسخ إنه إليه الهاء الضمير لو اتصل بالحرف الناسخ أو الفعل الناسخ بيكون اسمه يبقى ذو خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم الأسماء الخامسة قلب ذو قلب قلب تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره القسم زي ما احنا شفنا مع بعض إن الحياة كفاح والعيش نضال قد إيه كافح وناضي العلي مبارك حتى يصل إلى وزير التربية والتعليم وكما قال الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنصبح عليك يوميا على الثاني اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا وأولى برامجنا على شاشة القناة التانية مع حضراتكم على الهواء مباشرة وبنصبح عليك طبعا النهاردة الخميس 24 من مارس 15 من جمادي الآخر عام 1437 هجريا يارب يكون يوم جميل ويوم سعيد علينا جميعا وفي بداية اليوم دايما بنقول اللهم اجعل لنا نفوسا راضية وقلوبا صافية يا ربنا يكرمنا جميعا في بداية هذا اليوم الجميل النهاردة الحقيقة معنا مجموعة متنوعة من الفقرات ودايما بنقول فقراتنا مهما تنوعت مهما اختلفت لكن دايما هدفنا بيكون واحد هو يعني مصلحة مصر ومصلحة الشعب المصري ومصر بلدنا الجميلة اللي دايما عايزين نشوفها أحلى وأجمل وأكبر بلد في الدنيا بإذن الله معنا فقرة هامة جدا بنتكلم فيها عن المياه والبحث عن مصادر جديدة مصادر مختلفة للمياه يمكن هنتكلم أكتر عن المياه الجوفية والمياه الجوفية بتعتبر يعني مصدر من مصادر المياه والمياه الجوفية هي في الأصل مياه نقية مياه صافية ولكن طبعا إذا لم تصاب بأي نوع من أنواع التلوث أو الدرر زي مثلا يعني الأبار وعدم الاهتمام بالأبار المياه بتتوزع خزانات المياه الجوفية في مصر ما بين نهر النيل وإقبار